تعالوا كذلك نفتكر مع بعض اللي اخدناه لـ Two Sessions اللي فاته اخدنا ان احنا عندنا حاجة اسمها Software Cycle او Three Types بنمر بيهم في اي بروجيكت احنا بنعمله اول حاجة بنبتدي بيها كانت الـ Design تاني حاجة كانت الـ Coding تارت حاجة كانت التستنج خلاص تعالوا نعمل الـ Design بتاع الجيم بتاع النهاردة عايزين نعمل Calculator او الحزبة ممكن حد يفكرني كده او الناس اللي كانت حضرة معي اخر سيشن لـ Scratch كانت ايه الجيم اللي احنا عملناها مين شاطر هيفكرني في message الناس اللي كانت حضرة معي لـ Session الاخيرة بتاعـ Scratch هو ما كانش حد حضر معي السيشن اللي فاتت ولا ايه حاضر يا ايسر هقولك ازاي تعمل سيشن بس انا دلوقتي بسأل سؤال محتاجة لي اجابة الحصة الناس كلها اول سيشن سلمة انتي كنتي حاضرة فيه account باسم سلمة اه اوكي كانت القرش تمام هنعمل حاجة تانية النهاردة كده ان شاء الله ان شاء الله كده هتعجبوكو تمام يا سيف نركز بقى مع بعض الناس اللي اول مرة تحضر احنا عندنا حاجة اسمها software cycle احنا بنمر بيها في اي project بنعمله في ال programming تمام اول step فيها خالص لازم نعمل design او الشكل بتاع الجيم بتاعتنا تمام تانية حاجة كنا بنعمل coding او الاوامر اللي هنديها للجيم او للدزاين عشان يشتغل تالت حاجة كانت التستنج اللي احنا بنشوف ال design بتاعنا والدزاين شغالين مع بعض بنفس الشكل او بنفس الحاجة اللي احنا عايزينها ولا محتاجين نعدل قبل ما نعمل save لل project بتاعنا طيب اول مرحلة اللي هي ال design لازم نحدد الشكل بتاعنا على حسب بالفكرة اللي احنا هنعملها انا دلوقتي محتاجة اعمل على حسبة او calculator تمام فممكن نستخدمها ان في طالب هو اللي بيجاوب مثلا على دا فممكن نستخدم background قريبة شوية للمدرسة ما ينفعش مثلا اروح استخدم background في pool ما ينفعش اللي لازم background بتاعتي تكون مناسبة للفكرة اللي انا بشغالها علي فاعتقد ان دي ممكن تكون مناسبة شوية تمام اه وناخد او اي شخصية انا بضفها عندي في scratch اسمها sprite فممكن اتشوز sprite دا عندنا الجزء اللي تحت طبعا الناس اللي اول مرة بس تشوف ال session بتاعتي النهاردة ممكن تبقى تسمع بقى ال session المسجلة اااا كده انا عملت ال sprit تعالوا بقى نروح كده في coding ال coding اللي في الجزء دا احنا بنبتدي دايما بال events ال event قلنا ان هو معناه بالعربي حدث عندي حاجة اسمها winflake زي بالزبط كده لما تيجي تلعب اي جيم على الموبايل او على اللابتوب او اي ان كان لازم بيبقى فيه عندي اا زرار او button انت بتضغط عليه عشان الجيم تستارت بيبقى مكتوب عليه start او play او go اي ان كان بس انت بتضغط على حاجة علشان زينا دي الحصة التالتة دي الحصة التالتة تمام المهم ان احنا بيكون عندنا زرار او حاجة بنضغط عليها علشان الجيم بتاعتنا تبتدي دا بيكون اسمه ايه بيكون اسمه events او حدث حاجة لازم تحصل او لازم انا اعملها علشان اصتارت الجيم بتاعتي او اصتارت البروجيكت بتاعي اخترت وين flag clicked وين flag clicked دي دي معناها لما اضغط على flag ايه اللي هيحصل كل ال steps او الخطوات الجاية دي هتتكرر فعندي forever انا محتاجة كل ال steps اللي جاية دي بتتكرر على طول فبنستخدم forever دي اللي هي looping لطول او ادوات التكرار لو انا محتاجة الكود بتاعي يتكرر 10 مرات اكيد مش هروح اكتبه 10 مرات فقالولنا ان فيه طول او ادوات عندنا في الجوب دامنج من control control معناها بالعرب يتحكم التولز دي انا عندي forever معناها للابد وعندي كمان repeat معناها تكرار لو انا عارف عدد مرات التكرار اللي انا هكرره فهستخدم repeat لو انا مش عارفة وعايزها تتكرر على طول هستخدم forever فعلى حسب فكرة البروجيكت بتاعي انا مبدئيا كده اول حاجة عايزها تتعمل عايزة السبرايد ده يسألني او يطلب من اليوزر انه هو يدخل الرقم الاول لان احنا هنعمل على حسبة او calculator بتحسب رقمين مع بعض ممكن نعمل plus او minus divide multiply اي ان كان احنا محتاجين نعمل ايه فكل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هروح هنا كده في السنسنج سنسنج فيها كل الاكواد اللي لها علاقة بالحركة اللي لها علاقة باللمس او بالضغط او لو انا حبيت اسأل سويد فعندي هنا اسك اسك ده مكتوب جواي what's your name همسحها هكتب جواها insert the first number الرقم الاول انا محتاجة انه هيطلب مني ان انا دخل الرقم الاول خلاص طيب لو جيت شغلت جده دغطت على الفلايج هيطلب مني بيقول لي ايه insert the first number فلو جيت دخلت مثلا 5 وضغطت enter راح فين مش عارف فانا لازم اعرفه ان انا محتاجة الرقم اللي دخل او اللي هو input اللي user دخله ده ياخده يخزنه في مكان او يحطه في مكان طيب ده هيتعامل ازاي عندنا حاجة جديدة بناخدها النهاردة الاول مرة اسمها variables الvariables دي معناها بالعربي متغيرات يعني ايه متغيرات يعني انا دلوقتي عندنا اسماء كتير اوي موجودة عندي احمد ومحمد وعلي واشرف وعندي اسماء كتير اوي كل الاسماء دي مش سبتة ده اسماء بتتغير وعندي كمان ارقام عندي وان تو سري فور وهكذا فالارقام كمان مش سبتة الارقام دي دايما بتتغير فاي موجودة بتتغير عندنا في البروجرامنج حاجة مش سبتة ده بسميها variables او متغيرات زي بالظبط لو انت عندك بوكس او صندوق في البيت انت بتخزن في الصندوق ده الكتب بتاعتك بتحط فيها الكتب بتاعتك جيد في مرة قلت لا انا هشيل الكتب من البوكس ده وحط مكانها الالعاب بتاعتك هل البوكس هيقولك لا ماينفعش انا بتاع كتب بس اكيد لا البوكس عايدي هياخد اي حاجة تانية انت عايزها اعتبر ان الفاريبل اللي موجودة عندنا زي البوكس بالظبط تقدر ان انت تخزن فيه اي حاجة انت عايزها وغيرها زي ما انت عايز بس عشان هيكون عندك اكتر من متغير او اكتر من variable لازم يكون كل variable ليه اسمه مختلف خلاص زي بالظبط لما انت بتيجي تلعب جيم بيكون فيه سكور فوق كده السكور ده كل ما انت تاخد كوين او بتاخد حاجة او بتاكل اي حاجة موجودة ايا ان كانت الجيم بتاعتك بتتكلم عن ايه بيكون فيه سكور فوق السكور ده الرقم بتاعه دايما بيزيد او بيقل او بيتغير فهنيجي هنا ندخل جوه الvariables هنقول make a variable وهسمي الvariable بتاعي اسمه معين انا هسميه هنا first number first number تمام وعايز الرقم كمان ادخل فيه الرقم التاني فهروح اعمل make a variable تاني وهسميه second number خلاص يبقى انا كده عملت first number وعملت كمان second number طيب محتاجة اقوله ان بيوزر لما يدخل الاجابة في اول سؤال ياخد الاجابة يحطها فين يحطها في الvariables فعندي هنا حاجة اسمها set first number اللي هي دي set معناها يضع يعني انا كده بقوله خد سديره حطه في ال first number بس انا مش عايزة سديره ده انا عايزة الانسر او الاجابة بتاعة السؤال الاولاني فهدخل كده في السنسنج هجيب منها الانسر واحطها هنا فكده معنا الكود ده ايه لازم نكون بنفهم الكود اللي قدامنا ده معناه ان انا هسأل سؤال الجيم هتسألني سؤال بيقول لي insert the first number او هتطلب مني ان انا ادخل الرقم الاولاني فبقوله لما اجايب بالاجابة بتاعتي الانسر بتاعتي خدها حطها في ال first number فلما اجي كده اشغل flag بيقول لي insert the first number هقوله five بصوا كده لما اضغط enter خد الفايف حطها فيه في ال first number اللي انا هعلم لك عليها حالا دلوقتي لو انت مش شايفة اللي هو الفاريوب البتاعي اللي انا لسه عامليله create اللي هو ده اللي هو ده خلاص طيب تعالوا كده نعمل الاستابة التانية بتاعة second number هروح برضو اطلب من ال ask كده همسح اللي مكتوب وهقول له insert the second number دخل الرقم الاول وبعدين هروح في ال variable طبعا انا عاملة second number اصلا عاملله كده فهياخد set first number دي شايفين السهم الصغير قوي ده بضغط عليه كده بيظهر فيه كل ال variable اللي انا عامليها فعندي هنا second number هاخترها وبعدين هروح من sensing هجيب منها ال answer وحطها هنا طيب لما ايجي اشغل تاني من الفلايج بيطلب مني ادخل الرقم الاولاني او first number هقول له مثلا seven بيقول لي second number هقول له مثلا three فحط three هنا وحط first number حط فيها seven وال second number حط فيها three فو انا دلوقتي مش بكتب حاجة يعني زينة انا دلوقتي مش بكتب حاجة خالص حاضر انا هعيد اخر جزء تاني يا رانا حاضر في اكاونت باسم رانيا عامل رايزهند ممكن تبعدي السؤال بتاعك عادي هو اللي انا كتبته في اول session خالص الناس اللي بتسأل على الجزء الاولاني قلت ان انا عندي حاجة اسمها software cycle دلوقتي انا هكتب هالك تاني بلون تاني حاضر قلنا ان احنا بنمر بthree steps مهمين جدا عندي اول حاجة اللي هي الديزاين عندي تاني حاجة اللي هي الكودينج او الاوامر بتاعتي اللي انا بديها للديزاين عشان يشتغل تالت حاجة اللي هي التستنج ان انا بتست بشوف الديزاين والكودينج شغلين مع بعض بالشكل اللي انا عايزايا ولا محتاجات عديل قبل ما اعمل save the project خلاص كده طيب انا لسه عندي هنا حاجة محتاجة ان انا اعملها بقى اكمل عملنا الفرست نومبر وعملنا السكند نومبر عايزين نكمل عندي حاجة اسمها operators الoperators ده زي الماس عندك في المدرسة بالزبط اللي هو فيه plus او زائد فيه minus او نقص فيه divide او اللي هي علامة الاسمة فيه multiply او اللي هي علامة الضرب هو ده الoperators عندنا في البروغرامنج فهدخل جواها كده انا محتاجة اقول لو اليوزر دخل اي operators من الoperators دي دخل مرة plus دخل minus دخل multiply اي مكان فيعني هو بيتغير يعني احنا كده محتاجين نعمل له ايه variables هروح اعمل make a variable وهسميه operators خلاص وهروح اعمل لي نفس الكلام برضو هروح للسنسنج ممكن اجيب منها الاسك كده واطلب منه اقول له insert operators وبعدين من control هجيب منه set اه سوري من ال variables هجيب منها set وهغير ده بالoperators وهروح للسنسنج هجيب منها الانسر يبقى انا كده معناه بقول له لما اليوزر يجاوب على الoperators خد الايجابة حطها جوة الoperators طيب لحد كده اعتقد مفيش مشكلة لو جينا شغلنا كده من الفلاق وكتبت full في الفيرست نومبر وكتبت ناين مسلا في الساكند نومبر وبيقول لي دلوقتي يدخلي الoperators فهقول له مسلا بلاس وضغط enter فخد البلاس حطاها هنا عادي كل اللي ستبس الجاية انا هحتاج اذا كان اختبر بقى اليوزر اذا كان هيدخل ايه بالزبط هيدخل بلاس ولا هيدخل ماينس ولا هيدخل ايه بالزبط فانتي كده بتقولي ان فيه احتمالات يعني بتقولي لو دخل لو دخل بلاس لو دي عندنا في البروغرامنج حاجة اسمها if اللي هي دي في الكنترول عندي حاجة اسمها if if اسمها if condition لازم يكون فيها شرط زي بالزبط كده لو قلتلك لو الموبايل بتاعت محتاج يشحن حطه في الشاحن طيب يعني لازم الموبايل يكون محتاج ان هو يشحن عشان احطه في الشاحن يعني لازم حاجة تحصل زي بالزبط كده لو قلتلك لو انت عايز تنجح زاكر فانت لازم تزاكر عشان تنجح انا هنا برضو لازم اليوزر يدخل بلاس عشان يعمل له بلاس بين الفرست نومبر والسكند نومبر فياجي هنا هقوله ان لو الابريتور اكول مثلا بلاس يعني انت كده عايزة من الابريتور عايزة منها اكول هياخد الاكول كده وحطاه هنا انت بتقولي الابريتورز يعني المتغير فهدخل في الابريتورز هجيب منه الابريتورز اللي انا عملتها وحطها هنا تمام؟ طيب انت بتقولي لو الابريتورز اكول همسح الففتي دي وحط مكانها بلاس فانا كده بقوله لو الابريتورز بتاعك اكول بلاس اعمل ايه؟ عايزة يكون عندي مكان يطلع فيه الانسر او الريزولت او الاجابة فهدخل في الابريتورز هعمل ميج افاريبل هسميه بقى انسر او هسميه ريزولت ايا كان او هسميه ريزولت مثلا النتيجة بتاعتي تطلع فيه فانا محتاجة اقوله خد الاجابة حطها فينك حطها في الريزولت طب الاجابة دي هتبقى عبارة عن ايه؟ هل اليوزر هو اللي هيدخلها؟ لا طبعا ده انا عايزة الجيم هي اللي تحسبها عايزة سكراتش هو اللي يحسبها الواحد طيب هيحسبها ازاي؟ ده عن طريق الابريتورز قلنا ان الابريتورز فيها البلاس والمينوس وفيها كل حاجة ليه علاقة بالمس هناخد منها البلاس في الاول خالص كده هاخدها واروح احطها هنا كده عايزة تعملي بلاس بين اي و اي عايزة اعمله بين الفرست نمبر والساكند نمبر وهروح كده الفرست نمبر والساكند نمبر موجودين في الفاريبلز هجيب منها الفرست نمبر احطه هنا وهجيب الساكند نمبر هحطه هنا خلاص مش فهمنها هعيدها دانين بس نشوف كده نعمل تست بيقول ان انا دخل الرقم الاول هقول له مثلا 3 دخل الرقم التاني هقول له مثلا 4 دخلي الابريتورز هقول له بلاس بص كده الريزلت طالع فيها ايه طالع 7 اي رقم انت هتدخله بعد جده هيحسب طبعا ما الناس ده يتعلونها من الماينس تفهموه اكتر انا بقول لو الابريتورز بتاعتي equal minus وقلنا يعني ايه اوبريتورز اللوة عندنا في البروجرامينج اسمها اف و اف دي موجودة في كنترول هجيب اف وحطها هنا تحتها كده قلنا ان اي حاجة ليه علاقة بالناس موجودة جوه الابريتورز وانا عايز اقول equal فهجيب equal من هنا وحطها في فيلم اف وبعدين بقول لو الابريتورز بتاعتي equal minus فالابريتورز دي اصلا هي الفاريبل اللي انا عاملالها كده يعني هدخل جوه الابريتورز وهجيب منها الابريتورز كده دي وحطها هنا وهمسح الففتي وهكتب مكانها minus لو الابريتورز بتاعتي equal minus محتاجة الاجابة تتحط فين في الريزلت يضع معناها set موجودة في الvariبل وهغير الفاريس نومبر دي هغيرها لا الريزلت وهجيب من الابريتورز هجيب منها الماينس كده وحطها هنا الماينس دي عايزها تتعامل بين اي و اي تتعامل بين الفاريس نومبر والساكند نومبر فهروح كده في ال اجيب منها الفاريس نومبر والساكند نومبر اللي انا اصلا عاملالهم كريات من البداية فاريس نومبر هنا والساكند نومبر هنا فلو جيت شغلت الجين بتاعتي بيقولني الرقم الاول هقول له مثلا 8 الرقم التاني هقول له 4 وبعدين هقول له minus في الابريتور بصوا كده طلع في الريزلت اي لكده البلاس كمان شغالة او الاتنين شغالين تعالوا نجرب البلاس هدخل مثلا 9 وبعدين ساكند نومبر هدخل 1 والابريتورز هدخل مرة دي بلاس بص عمل اي اللي تاني في الريزلت لسه يا عمر الفوريفر والريبيت لسه هناخد ليهم حاجة أنا بس كنت بشرحهم بس أنا لسه ماستخدمتهمش تمام؟ أنا لسه ماستخدمتهمش أنا هشيل اللي كريم اللي أنا كتبدا خالص حاضر اي سؤال انتوا عايزينوا او حاجة مش فاهمينها ممكن تبعتوا هادي في الشيط انا ده بستخدموا كمان شوية عشان ما حدش يطلق خلاص كده طيب تعالوا مع بعض نعمل يلا يعني هنجيب F تانية خلاص بقى انتوا بقيتوا شاطرين واتعرفوا لوحدكم تمام؟ وبعدين هجيب هقول ان مثلا ديها العلامة بتاعة الاسمة فهدخل هنا كده هجيب وحطه هنا تمام؟ انت عايزة فهجيب من هنا كده تمام؟ هحطه هنا همسح دول وخليها اللي هي العلامة اللي سليش دي علامة الاسمة عندنا في البروغرامنج أوكي؟ طيب هروح كده في ال هجيب منها وغير دي هخليها وبعدين هروح جوه الابريتور زي هجيب منها علامة اللي هي الاسمة دي وحطه هنا وحط فيها الفيرست نومبر والساكند نومبر فهروح كده في ال اجيب منها الفيرست نومبر وبعدين اجيب كمان الساكند نومبر تمام؟ ممكن نعمل رايت كليك عليها ونعمل دوبليكيت اهي طلعت لي نفسها انا عملت رايت كليك أو كليكي مين بالماوس على الجزء اللي انا محتاج اقرره طلعت لي نفسها انا ممكن امسح دي وحط العلامة بتاعت الضرب اللي هي علامة النجمة دي عندنا في البروغرامنج علامة الضرب تمام؟ وبعدين اشيل ده كده خالص واروح في الابريتور اجيب منه العلامة اللي هي بتاعت المالتيبلاي وحط فيها الفيرست نومبر وكمان احط فيها الساكند نومبر واخدها كده كلها اروح احطها تحت تمام؟ طيب اشغل كده من الفلايب بيقولي insert the first number هقوله مثلا ten second number هقوله two الابريتورز هقوله divide رامة الاسمة رح اقالي result five تعالوا نجرب المالتيبلاي هقوله مثلا five رقم الاوليني والرقم التاني برضو five و احط بقى هنا مالتيبلاي رح اقالي twenty five انا لو جربت دلوقتي اي حاجة في الماس هتشتغل اي حاجة انا برمقتها عملت بلاس عملت ماينس عملت عملت ديفايد عملت مالتي بلاس نراجع كده على اللي احنا اخدناه النهاردة عرفنا مع بعض ان احنا عندنا حاجة اسمها اسك الاسك دي بتبقى موجودة في السنسنج السنسنج فيها اي حاجة ليها علاقة بالضغط او باللمس او لو حبيت اسأل سؤال سألنا اول سؤال او طلبنا اول حاجة insert the first number عشان احنا عايزين نعمل calculator او الا حسبة بتحسب رقمين مع بعض طيب اول حاجة بسألها لنفسي انا محتاجة اعمل variable او متغير اعمل ازاي لانه هو محتاج انه هياخد ارقام من اليوزر والارقام دي بتتغير يعني انا كده هحتاج متغير اللي هو عندنا اسمه variables دخلت جوه الvariables وعملت make a variable عملت حاجة ليها علاقة بالfirst number وحاجة ليها علاقة بالsecond number وعملت حاجة الoperators وقلنا ان الoperators ده فيها كل حاجة ليها علاقة بالميس عملنا الفرست number عملنا ليها سؤال عادي جدا insert the first number وعملنا من الvariables set first number to answer دي معناها حط الاجابة بتاعتك اللي هي الانسر حطها او اعمل لها set جوه الفرست number فاي رقم انا بكتبه بعد كده بيتحط جوه ايه الفرست number اللي بعدها عملت برضو second number بنفس الطريقة وعملت الoperators برضو بنفس الطريقة وبعيد تاني ان الoperators هي فيها كل حاجة ليها علاقة بالميس اللي هي الـ plus minus divide multiply equal تمام طيب بعد كده قلنا ان احنا عندنا حاجة في البروغرامنج اللي هي لو معناها عندنا if if condition يعني لازم يكون عندنا فيها شرط فانا الشرط بتاعي هنا اني لازم الoperator equal plus لازم الoperator بتاعي يكون plus فهو لو كان plus هيعمل ايه هيعمل plus لfirst number وsecond number ويحطهم في الvariable اللي احنا عملناه اسمه result وقررنا نفس الخطوة للمينس والdivide والmultiply لو في حد عنده اي سؤال ممكن يبعث لي بقى لا هي الـ blocks دي هي كل اللي احنا مستخدمينه قدامنا الملون ده ده كده كله اسمه blocks الـ blocks دي معناها انا عندي البروغرامنج او البرمجة بتتقسم لجزئيني جزء البرمجة فيه بتعتمد على الـ blockade الـ blockade اللي احنا بنستخدمها اللي احنا بننقلها من مكان لمكان دي دي كده ده اسمه block خلاص وفيه نوع تاني من البروغرامنج او من لغات البرمجة تانية بتعتمد على الـ text انا بكتبها انا بكتب الكود بيدي فاحنا دلوقتي لسه عشان مبتدئين لسه فبنتعلم مع بعض حاجة ليها علاقة بالـ blocks او بالـ blockade فالـ variables ده متغير اوكي احنا بنعمل calculator او الى حزبة ايه الـ error اللي عندك يا ايسر ايه الـ error اللي عندك يعني الـ error بيبقى ايه انا مش عارفة ملك خالد انت عايزة تسألي على اسم ايه مش عارفة برضو انت بعتلي سؤال بتقولي كده شكرا يا رانو اعرف عليك طيب احنا يعني المفروض الجين بتاعت النهاردة كده خلصت محتاجة بس كده اعرف اه حد عنده اي مشكلة فيها ولا لأ حد عنده اي مشكلة فيها يبقى انت عملت اه خمسة اوكي طيب يبقى انت في حاجة في البروجرامينج عملها غلط في حاجة في البروجرامينج عملها غلط يبقى انت حاطط يعني انت كده هو اسمها عمل مكان المالتي بلاي فتأكد ان الكود بتاعك صح تمام اه احنا كده خلصنا النهاردة ان شاء الله استنى كل ساشن الجاية اه الساشنز اللي فاتت المسجلة هتلاقيها على البيج بتاعة الفيسبوك وهتلاقيها كمان على البيج بتاعة اليوتيوب اكي هتلاقوها موجودة اه الناس لو حابت تصور الكود بالموبايل وتبقى تطبقوا بعد الساشن تمام انا كده خلصت الجيم بتاعت النهاردة عندنا ساشن تانية بكرة الساعة اتنين بس هتكون موبايل ان شاء الله استنياكم والساشن بتاعتنا الجاية الستراتش ان شاء الله هتكون الاسبوع الجاي في نفس المعيد السيف ازاي بيتعامل يا اصل بنعمل الفايل وبعدين سيف تيور كمبيوتر بنعمل فايل وبعدين سيف تيور لأ احنا بنفتح سكراتش الاول وبعدين بندخل جوه سكراتش بنعمل فايل وبعدين وبنختار الجيم بتاعتنا اللي احنا عايزين نفتحها خلاص ان شاء الله استنياكم الجاية باي باي